مرحبا وكيف الحال لو انت مريض سكري او انسان بتعاني من مقامة الانسولين وما قبل السكري او شخص بلشت بالحمية الكيتونية وعندك الفضول تعرف وين قراءات السكر صارت عندك فهاي الحلقة اليك رح نحكي اليوم عن ايش التدرج في قراءات السكر من الانخفاض الحاد للارتفاع الحاد وحكي في كل قراءة من هذه القراءات مين الاشخاص المتوقع يكونوا في هذا الرينج حتى تعرف انت وضعك بالنسبة لقراءات السكر وين بالزبط فاكيد بالبداية معكم محدثكم احمد سمارة وانت على قناة سمارة كيتولا في القناة المهووسة في كل ما يتعلق بالسكري والرجيمات الكيتونية قليلة النشويات واكيد بالصيام والتقطع ففي بداية حلقتنا اليوم بطلب انك انك تعمل شير للمقطعات حتى تستفيد اكبر دعادي من كم الناس وتشترك بالقناة وتكبس اشارك الجرس واكيد ما تنسى تعمل لي لايك فخلينا نبلش باقل قراءة ممكن واحد يبصلها في السكري في حال شفت قراءة السكري عندك اقل من 35 فهي غبوط خطير للسكر وعادة ما بتصير الاشخاص العاديين اللي ما بياخدوا انسولين فهي بتصير في الناس اللي بياخدوا الانسولين كانجيكشنز وكجرعات عالية وعادة مع الاشخاص اللي بياخدوا الانسولين السريع هدول الاشخاص اذا كانوا بيعملوا كيتو فهم ممكن يمشوا منها لكن اشخاص اللي ما بيعملوا رجيمات كيتونية وبيعتمدوا كل اعتمادهم في الاكل على السكريات فممكن يدخل في غيبوبة سكر لا قدر الله واكيد لازم يراجع اقرب فرع طوارئ حتى يأمنوا له السكر اللازم حتى يرفعوا السكر في الدم اما القراءات التانية اللي هي بين 35 لل60 قراءة سكري في الدم وهذه القراءات برطب تصير مع الناس اللي عادة بياخدوا انسولين طويل او انسولين طويل مع سريع بالاشخاص هدول لما يوصلوا لهذه القراءات فهو هبوط هاد بالسكر الاشخاص اللي بيلتزموا بالريجيمات الكيتونية عادة مع التعود ما بيصير يحسوا بالهبوط في هاي القراءات لكن دايما لازم مباشرة ياخدوا تمر او اي شي فيه سكر حتى يقدروا يرفعوا السكر اللي بيصدوا للقيامة الطبيعية خصوصا اذا كانوا بياخدوا انسولين اذا ما كانوا بياخدوا انسولين فهي مشكلة عندهم في الغدة الكذريتين ما عندها قدرة تتعامل مع الاسترس وبوط السكر ترفعه بوضع طبيعي المجموعة الثانية من القراءات اللي هي بين الستين والثمانين وهي القراءات اللي عادة بيوقعوا فيها الاشخاص اللي ما عندهم مقاومة انسولين والاشخاص الرياضين اللي بمارسوا اللو كارب ديتس والريجيمات الكيتونية بكل بساطة ان جسمهم بصير يعتمد بتاعتماد كبير على الدهون دماغهم بيستهلك تمانين في المية من حاجته من الكيتون باديس فبيصفي الجسم بيقلل من كميات السكر الموجودة في الدم فمن الستين للثمانين هاي قراءات طبيعية ما بيكون فيها عراض هبوط بالعكس بيكون الشخص في قمة نشاطه وعافيته بين الثمانين والمية هي القراءات الطبيعية للاشخاص اللي ما عندهم مقاومة انسولين ولا عندهم سكري وبياكلوا سكر بطريقة طبيعية في حياتهم بدون مبالغة او للاشخاص الكيتونيين اللي وصلوا عند التثبيت وصاروا يرفعوا تدريجية من كمية النشويات وزادوا من عدد الوجبات فهم بيكونوا بين الثمانين للمية أنا شخصيا عادة بين الـ 98 والـ 95 هي قراءات السكر تبعتي لما أكون أول ما أصحى من النوم القراءات الثانية اللي هي من المية للـ 120 بسقط في هذه الجهة اللي هي الأشخاص الكيتونيين اللي بيعملوا رجيم كيتوني و بياكل وجبات كيتونية فعادة بعد الوجبات بتكون قراءاتنا إحنا بالكيتو ما بتتجاوز المية وعادة بين المية للـ 120 فممكن تلاقي مية وخمسة أو مية وعشرة هي قراءة الشخص اللي بياكل لو كارب ديت بعد الوجبة أما الأشخاص العاديين اللي مش ملتزم برجيم كيتوني فهي هي بتكون قراءتك لما بتصحى من النوم وهذا الدلالة أنه إذا أنت صايم قراءتك بين المية ومية وعشرين فأنت عندك مقاومة إنسولين القراءة بين المية وعشرين للـ 140 هي قراءة الشخص الطبيعي اللي ما بيعمل رجيم كيتوني لكن بعد تناول الوجبة فإذا أنت أكلت وجبتك ولقيت القراءة 140 بعد ساعتين فأنت إنسان طبيعي ما عندك سكري بس أكيد عندك قديم من مقاومة الإنسولين وجبتك هي اللي رفعت لك السكر بهذه القيمة المبالغة فيها بالأشخاص اللي بتكون قراءاتهم تيجي من 140 لـ 200 هدول الأشخاص اللي عندهم مقاومة الإنسولين بعد الوجبة منعرف أنه كونهم بين المية واربعين والـ 200 فهما أشخاص ارتفع السكر عندهم بسبب ارتفاع مقاومة الإنسولين عندهم لكن ما منقدر نوصفهم بأنهم عندهم سكري بأكيد على الطريق إذا ما غيروا عاداتهم الغذائية قراءة الـ 180 هي قراءة محددة برقم معين هي تعتبر الـ Thresh Hold للكلة شو يعني؟ الشخص لما أنت تشوف قراءة السكر عندك في الدم 180 فما فوق فأنت عم تستهلك النفرونات في الكلة وعمالك بتخسر من هذه النفرونات مع الوقت فبالتالي بتلاقي دائما أنه قدرة الاستخدام النفرونات والخلايا الفلترة في الكلة واصل حد الأقصى وعمالها بتعمل هذه النفرونات على إخراج السكر من الدم بسبب عدم قدرتها على إعادة انتصاصه وهذا بصير بنسمي الـ Gluconuria بيكون فيه سكر في البول وبصير البول بتتكوم عليه الدباب إذا تتواحد تبول في الطريق بكل بساطة بسبب وجود السكر في البول الشغلة الثانية اللي هي إذا كانت قراءة السكر عندك أكتر من 200 بعد الأكل بساعتين فأنت أكيد مصاب بالسكري فضروري تراجع أول مركز صحي عندك لتراجع دكتورك حتى يوصف لك العلاج اللي يساعد في تخفيض السكر في الدم وتبلش تحضرها القناة حتى تعرف كيف أنت ممكن تخفض علاجاتك أو توقفها مع تغيير حميتك الغذائية لرجمات قليلة النشويات زي الكيتوجينك ديت وبنفس الوقت ترافقها مع الصيامة وتقطع حتى تسمح المجال لجسمك يتعالج من السكر إذا كانت قراءاتك فوق الـ 240 فأنت شخص غير منتظم بالسكر اللي عنده بالدم شخص عمالك بكل استهتار عمالك بتاخد كميات كبيرة من السكر وكميات الأدوية أو نوعيات الأدوية غير متناسبة مع حالتك الصحية فلازم أنت تراجع حالك وتغير نمطك الغذائي مع تغيير أدويتك وتراجع أخصائي متخصص في الموضوع حتى تنظم السكر عندك في الدم لأنه بعد الـ 240 أنت عندك اللي بتزيد مقاومة الإنسولين بتقل كفاءة الإنسولين حتى لو بتاخده ميديكيشن لـ 50% وكمان نفس الإشي للسكر اللي عندك بنكرياس عم بيبدو المضاعف الجهد اللي عنده فأنت عم تخسر خلايا بيتا سيلز وفي هذه الحالة أنت عمالك برضو بتخسر الأعصاب وتخسر قدرتك على الإبصار مع الوقت وبتتلف الكلا بتسارع مضطرد القراءات لعند 500 بعد الـ 500 بتصير الشخص أنت معرض للكيتو إرتفاع مبالغ فيه للسكري ما عنده الجسم قدرة بالتخلص من السكر عنده في الدم عماله بيظهر الكيتون بديز ورغم أنك ما بتتبع الحمية الكيتونية الكيتون بديز بتوصر عندك لقيم عالية وتتجاوز 12 مليمور بي دي سي ريتر وهذا بزيد من حمضية الدم ازديات حمضية الدم رح يؤدي أكيد إلى ارتفاع كميات البوتاسيوم في الجسم حتى يحاول الدم يقلل هاي الحمضية وهذا بيعمل إشي اسمه هايبوكاليميا القراءات من 800 لألف بيكون عندك صار فيه جفاف حاد جدا بالإضافة لارتفاع الحاد للبوتاسيوم اللي ممكن يوصل في حالات للـ 11 ويكون خطر على حياتك ويؤدي إلى توقف عضلة القلب بسبب اضطراب الأملاح داخل عضلة القلب ممكن يؤدي لدخول في غيبوبة سكر وإذا كانت القراءات فوق الألف ممكن الشخص يوصل إلى المستشفى يا مغيب يا متوفي قراءات السكر رينج عالي أنت بتحددها بنمطك الغذائي إذا كنت سليم ما عندك مقامة إنسولين فإنت دائما بتكون في القراءات الخفضة جدا وبتضمن أنه ما تتحول هاي في المستقبل لقراءات عالية إذا أنت كنت في القراءات العالية بمجهودك الشخصي أنت وطبيبك وإخصائي التغذية تبعك تقدر تقللوها وتوقف الأدوية إذا كان فيه إمكانية للأشخاص اللي بترجعوا السكري لمقامة إنسولين برجعوا مقامة الإنسولين لإنسان طبيعي وهذا ممكن بالنهاية إذا شفت المعلومات الفليو دون فيدة أكيد ضرورة تشترك بالقناة وتبلش تنور فكرك كيف أنت ممكن توقف أدوية السكري بالتنسيق مع طبيبك بعد ما أنت تغير نمطك الغذائي وتروح أنت لنظام قليل نشويات زي الكيتو جينيك دايت وتعمل صيام وتقطع وأكيد ما تبخل على غيرك بأنك تنشر المقطع هذا لأنه نشر المعلومات هو خير وزكاة العلم نشره وما تبخل علي أحمد سمارة أنك تعملي لايك فأنا بتشجيعك وبستمر وبشوفك إن شاء الله في الحلقات الجاي وبتقدروا تتابعني على الإنستغرام والسنابشات وأكيد تقدر تنضملي عالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارة سكيتو أنت فاستينك لونت وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي ومع السلامة ودمتم سالمين باي اشتركوا في القناة